مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ولسه حادثنا مستمر مع ملك إسماعيل الحاصلة على المركز الخامس في بطولة كاس العالم للخماسي الحديث اللي بتنظم أو كانت بتنعقد هنا في القاهرة تحديدا صباح الخير مرة تانية ملك صباح خير يعني كنا بنسألك قبل الفاصل عن من اللعيبة اللي انت شايفها قدوة لكي في بطولة أو في الخماسي الحديث بشكلها يعني هو طبعاً أحمد الجنزي يعني كدوة المصريين كلهم هو الإنجاز اللي هو عمله ماشاء الله صحيح بس عمتاً يعني هو خماسي كله مثلاً مفيش في كل لعبة حد مميز واحد يعني هو محتاجين هو يبقى حد يا أحمد الجندي مميز حمنا جيني مميز في الليزورون هو مميز في الليزورون مش كل حاجة عنده جمد أي بس في الآخر الليزورون شايله يعتبر لكن هو طبعاً يعني هو كدوة لكل لايبة الخماسي ماشاء الله لو قلنا النقاط القوة بتاعتك في أنهي لعبة أنت شايفة أنهي لعبة أنت متفاقة فيها أكتر وأني لعبة أنت بتحسي دايما أنه محتاجة تعملي فيها مجهود أكبر يعني أنا عرفي شايفة أن أنا الحمد لله كل العيب بتاعتي هي 70% اللي هو بالنسبة لي هو كده بفكت يعني أنا مش محتاجة بأكتر من كده في حاجة ومفيش حاجة وقعة برضو مني كلهم كويسين طب بلاش إيه الحاجة اللي أنت تحبيها أكتر الحاجة اللي أحبها أكتر هي فروسية عشان بحسها لعبة كويسة يعني لعبة ممتعة أكتر كده أنا بركب حصونه كده كان هي تتشيل من الخماسي خلاص إيه الهدف هتتشيل أصلا هتتشيل هيتحطوا مكانها الأبستيكل زي النينجا وارير كده آه أوكي يعني إيه الهدف اللي أنت بتسهل تحييه أكيد شموحات أي حد ما بتقفش في اللعبة دي الأوليبيكس الذهبية ولا فضية ولا يعني متركتها إيه تحديداً هدفك إيه تحديداً هدف يعني مثل مداليا مش هزم حاجة معينة يعني يعني أحمد جاب لنا فضية آه إنتي عاوزين نعلي على أحمد ده يعني أحمد تعلي على النفس الأول فضية إن تكلمت دلوقتي إن الفروسية هتتلع بره الخماسي وهيدخل بدلها الأبستيكلز التي هي دعني يقول حواجز صحة؟ لو هي كده يعني حواجز بس مش حواجز اللي هي بنعديه إليها من نيجري حواجز نينجا ووريورز يعني ممكن فيها نطة اكتر او الحاجات دي. خليني اسألك لو هي اصنع ده هيحصل امتا؟ يحصل من بعد باريس. اه يعني على طول ده دي حدها تحصل قريبا. خلال من بعد باريس مش هيبه في فرصية. طب انتي استعديتي لعبة زي دي حباها. هي اللعبة صراحة صعوبة عشان هي يعتبر معظمها بيبقى على كتاف. بتشعلق وعمش فينا بتشعلقه كمان. ده غير ان احنا عندنا السباحة والرماية والسلاح على الكتاف كمان. لسه بنحاول في تمرين الفتنس وكده ان احنا نشغل كتافنا اكدر بها. بس لسه ما استعدتليهاش قوي عشان انا بشارك في البطوات اللي فيها فرصية دلوقتي. يعني مش كلنات بتشاركي في البطوات اللي فيها فرصية. فالناس الصغيرة مثلا بتستعد للأبستيكل. بس انا مكملة مع فرصية لغاية باريس وبتمرن الفرصية فمش هقدر نتمرن ست ألعاب قوي. واخدها على خفيف كف تمرين الفتنس بس. طيب ما لك انت بتعرفي ازاي التنظمي ما بين وقتك في الرياضة ووقتك في الدراسة. يمكن بس انت عبداللهو كان بتقولك انت بتتمرني خمس تيام. قلت لها لا ده لما اتمرن ستة واليوم الجمعة بس هو الوف بالنسبالك او الراحة بالنسبالك. وما فيش حياة اجتماعية تحديدا او حياة صحابه وخروجه وكلام ده كله. دراستك بقى اخبار ايه وتدرسي ايه. وانا لسه في المدرسة في سنوية عم اصطنائزي. سنة اكيد صعبة جدا على اي حد حتى لو عاد في البيت اساسا. فمبارك بقى حد بيعد السبع ساعات بره. ست ايام. وكل يوم فيه فان او قاد بعض مسلا من اتنين لتسعة بالليل بره. تدريب بس. اوه مش خروج. انا هو انا في الاستاد بطمرن كل التمارين بقى. غير تمرين مسلا كن السبحة وعيك. من اتنين لتسعة بالليل. كل ده وقت تمرين. اوه والتمرين مش تمرين واحد. يعني تمرين وورا تمرين وورا تمرين وورا مسلا غدا في النص وورا تمرين وورا تمرين كده. فالمذاكرة طبعا بتبقى في الويكند اكتر حاجة. وغير كده بحاول ان انا مثلا انا بروحي مدرسة فبحاول ان انا برجع من مدرسة اذاكر اللي اخدته عشان منساش وانا مثلا رايحة في الطريق او راجع في الطريق لو كنت فيا نفس هي يعني ده تنظيم الدراسة بالرياضة بالنسبة لي يعني طب انا هسألك سؤال معلش تاني ان انا تاني متحمسة اعرف فكرة الخمس العاب انا انا حاسة ان هما ما شاء الله كتير فان انتي عارفة عملية دي حاجة بالنسبة لي خطيرة فلو كل لعبة بتعلمك حاجة معينة بتأثر في شخصيتك يعني حتى بتديكي زي دفعة كده في دراستك هتبقى ايه يعني لو قلنا مثلا مثلا السباحة لان انتي ممكن تبقى بتنزلي في الشتاء المية فبتعلمك بقى القوة احتمال مثلا يعني لو فيه كل لعبة بتعلمك حاجة ايه هي او انا الصراح مش عارفة بالزبط يعني انا اعتقد كلهم بيعلموك الصبر انا حصبر علشان حقق حاجة انا مش صبورة قوي في الاخر يعني فعلا او بس بيعني مثلا السلاح بيعلم الزكاء مثلا او مش بيعلم الزكاء يعني هوا لعبة محتاجة تشغيل دماغ ان انا اشغل دماغ يعني مثلا هعمل ايه وانا لو قدام يعمل ايه انا هعمل ايه انها محتاجة افكار يعني يعني دكتور لعبة متهائلة بتشغل الدماغ يعني تجاري والسباحة ما فهمش متهائلة حاجات قوي الفرسية بقى فيها تجارب حياتية يعني يعني ممكن اعمل فور حصان في نص البطولة ممكن احصل لي اي حاجة يعني هي فيها تجارب حياتية يعني يعني مثلا كل ده في الاخر هو طلع شخصية كوي الحمدلله الحمدلله طبعا باين قدامنا يا ملك يعني انت جميلة ونتمنى ان تحقق بطولات اكبر واكبر وانت دلوقتي لسه بتقولي بتستعدي لباريس عايزين سريعا جدا تقولي لنا بتعملي ايه عشان تستعدي لباريس بطولة باريس هو الاستعداد للأوليمبيكس هيبدأ من شهر ستة او سبعة هتبقى اول بطولة مؤهلة دلوقتي احنا بس بنشارك وكده يعني حتى مش عشان الرانكينج الرانكينج هيبدأ من السنة الجاية بس عشان بقى الاكسبرينس وان احنا نجرب نلعب بطرات جمده وكبه والحمدلله دلت تحقق المركز الخامس ده كان انجاز كبير جدا بالنسبة لي يعني خطوة مهمة تخططها عشان اوضر اكمل يعني شكرك بنشكرك ملك اسماعيل الحاصلة على المركز الخامس بطولة كأس العالمي الخماسي الحديث اللي كانت بتنظم او بتلعب هنا في القاهرة وطبعا بنتمنى لك كل التوفيق في حياتك الرياضية والدراسية مبروك مرة تاني اللي كاملك وبيتمنى لك كل التوفيق مبروكي اشتركوا في القناة